مرحبا بكم مجددا في أكسترانيوز لليوم طالما حملت الهدية العديد من الرمزية والمعاني عبر الزمن بدورها تثير الهدايا التي يتبادلها الزعماء والرؤساء فيما بينهم تثير الكثير من الاهتمام لما تحمله من دلالات ومعاني سياسية يخطها مصار وشكل العلاقات بين مختلف دول العالم ولذلك نسمع كثيرا عن طبيعة هذه الهدايا وكثيرا من نصاب أيضا بالدهشة عندما تكون هذه الهدية غريبة نوعا ما أو تميل إلى الطرف فمثلا قبل يومين تحدثت بعض وسائل الإعلام عن هدية فريدة من نوعها قدمها وزير أخرجية اليابان للرئيس تشيلي الجديد وكانت عبارة عن لعبة من شخصيات الرسوم المتحركة بوكيمون هذه الهدية أطريف من نوعها طبعا ربما سيتم تفسير معناها فيما بعد لكن الرئيس تشيلي رحب بها ونشر ذلك على حسابه على منصة التواصل الاجتماعي وتزامنا مع هذا الحدث ومع هذه الهدية في هذا العدد من إكسترا نيوز سنستحضر معكم أغرب وأطرف الهدايا التي قدمها أو تلقاها الرؤساء والملوك وحملت معها الكثير من الغرابة فمثلا في قائمة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش سلسلة من الهدايا تصنف ضمن الأغراض غير المألوفة منها لعبة تركيب المفردات اللغوية وسحلية من أندونيسيا وقثارة إلكترونية من رئيس جمهورية الفيتنام الرئيس الفرنسي السابق فرنسوا أولوند خلال زيارة له لمالي تم إهداؤه جملا وعندما تعذر عليه أخذه إلى قصر الإليزي اختار تركه لتشرف عليه أسرة مالية الرئيس الروسي بوتين بدوره تلقى العديد من الهدايا الغريبة لكنه يعد من أكثر الرؤساء في العالم ممن تلقوا حيوانات أليفة وغير أليفة كهدايا ديبلوماسية حيث قدم له في كثير من المناسبات عدد من الكلاب وأشهرها إعلاميا الكلب بوفي الذي أهدته له بلغاريا بالإضافة إلى نمر سيبيري وتعززت قائمة هداياه بغزالين من كازاخستان أما أطرف الهدايا التي يسجلها التاريخ فهي هدية بطاطس حبتا بطاطا انتقاهما وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية السابق جون كيري لنظيره الروسي سيرجي لافروف صنعتا الحذت والكثير من الفضول والاهتمام وبدأت تفاصيل اختيار هذه الهدية عندما أخبر لافروف وزير الخارجية الروسي نظيره الأمريكي بإعجابه بنوع من البطاطس حينها لم يتردد جون كيري في الإسراع بإهدائه أكبر حبتي بطاطا تشتهر بها إحدى المناطق في الولايات المتحدة وطبعا في الأعراف الدبلوماسية الهدية تحمل دلالات تاريخية وحضارية وثقافية لكل بلد حتى أنه يوجد فريق عمل على مستوى جميع وزارات الخارجية للدول مكلف بانتقاء الهدية يأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل بلد ويعمل وفق بروتوكولات معينة وتقاليد مسترة لكن طبعا هناك من يميل إلى الاستثناء وصنع المفاجأة لضيفه أو مستضيفه وهنا أكيد تخرج الأمور عن العادة وتلغي المألوف اشتركوا في القناة